اشتركوا في القناة ادعمني ان انا استمر في تنزيل المحتوى تعالوا مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا طبعا كلنا بيبقى عندنا اشياء بلاستيك بتتكسر مننا في البيت غصبا عننا وبنفتكر ان هي مليهاش رصليح لا ممكن نرجحها زي ما كانت واحسن من الاول لو عندك كوية لحام او عندك اي مصمار اللي هو عادي زي اللي احنا شايفينه ده وهنحتاج الدبابيس بتحت الدباسة كلنا عارفين الدبابيس اللي هي بتحت الدباسة هنحتاجها في الفيديو بتاعنا النهاردة عشان تمسك البلاستيك وتخليه احسن من الاول وترجعه زي ما كان عندنا مثلا الدراع ده الدراع ده بتاع سلة وتكسر مننا الدراع اللي هو الدواسة بتاع الغطى بتاع السلة هنلحم كده بالشكل ده بقى اي بلاستر بحيث نسبتها يعني ايه للتسبيت فقط لحد ما انا ايه الحم ده الدبابيس بتاعتنا اللي هنحتاجها ده بابيس بتاعت الدباسة يعني بخمسة جنيه او بقل من كده هنفكها كده بحيث تبها كل ايه دبوس لوحده فرداني وهنجي بالكاوية بتاعتنا الكاوية بتاعتنا نسيح الجزء المكسور البلاستيك بتاعنا زي ما قلت لكم لو مش متاح الكاوية بتاعت اللحام ممكن المصمار اي مصمار نسخانه على البتياز تمام بنسيحها كده بالشكل ده ما بين الجزءين المكسورين يعني في النص شايفين الكسر في النص بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين بالزبط وفوق الكسر بسيح طبعا لو خالنا بالنا هي لحمت معايا بس ايه لحم بسيط مش قوي البلاستيك لما ساح مسك في بعضه الجزءين المكسورين لحموا بس طبعا مش بتبقى اه قوي ومكين هنحتاج الدبابيس بتاعتنا عشان نوصل ما بين الجزءين ونخليهم يمسكوا في بعض اكتر ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك واللي مش مشترك يشترك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك منه كل جديد وياريت تعمله مشاركة للفيديو عشان يوصل لغيرك طبعا الفكرة دي تنطبق على اي شيء بلاستيك عندك سواء باستيلا او الجردل او الدراع اللي هو بتاع نظارها اي شيء عندك بلاستيك في البيت اتكسر ممكن تريجعه زي الاول واحسن بنفس الخطوات بتاعت الدراع ده بسه طبعا انا كنت تحطي البلاستر الاول بحيث ايه يعني تمسك عشان تبقى متساوية وفي مكانها ما تتهزش مني اثناء اللحام لما سبت سبت الجزء الاول هشتغل في الجزء اللي هو التاني لما فيه الدراع ده فيه اكتر من كسر على فكرة يعني مش كسر واحد كله مكسور كده تابعوا معايا الفيديو هتلاقي كل الكسر الكسرات مش كسر واحد كل الكسرات اللي فيها هترجع اه زي الفل وزي ما كان الاول واحسن ولا كأنه اه اتكسر مني اصلا كوية سخنة اه عملية التسييح فوق الجزء المكسور بيسيح معايا البلاستيك وبايه بيلحم الجزء مع بعض هجيب الدبوز بتاع الدبابيس وهخليه ايه بالعرض نص في الجزء المكسور من هنا والجزء والجزء التاني برضو نفس القصة عشان يمسك الاتنين وهضغط عليه بالمصمار لما اضغط بالمصمار على الدبوس مع السخونة والتسييح بتاعت البلاستيك المصمار الدبوس هينزل معايا تحت هيمسك تحت بصوا زي ما انت شايفين هيدفن اه تحت بصوا بضغط عليه بالشكل ده اللي احنا شايفينه دلوقتي اهو فكرة جميلة وسهلة وبسيطة بدل ما اشياء بلاستيك تتكسر معاك وترميها لا انت ممكن تصلحها وترجحها زي ما كانت انت بنفسك لا الفكرة محتاجة متخصص ولا محتاجة واحد فني او عبقري دي انت بنفسك تعملها بكل سهولة كل اللي محتاجه الدبابيس ومصمار لو مش متاع عندك كوية المصمار مصمار سخن تاخد الحاجة المكسورة جنب البتياز وتستخدم المصمار السخن بس تمسكه بزردية وبتمسكه بحاجة طبعا عشان سلامتك عشان ايدك المصمار ما يسخنش بيوصل لبعض وبيسخن للاخر زي ما قلت لكم الدراع ده بتاع السلة اللي بضغط عليه طبعا دواسة بيفتح مع الغطأ مكسور يعني ايه اه كله يعني كزا كسر فيه اكتر من كسر مش كسر واحد وهو بالشكل ده ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والتعليق واللي مش مشترك يشترك عندنا وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم منها كل جديد واعمل مشاركة الفيديو عشان يوصل لغيرك بصوا لو اخدتوا بالكم مصامير اللي هي بتاع الدباسة كلها ايه اتدفنت عشان مسكت الجوزين في بعض بصوا بقى خلاص كده مسكت انسا اهي رجعت زي الاول واحسن خلاص كده ليه ارميها ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم اه وانتظرونا في فيديوهات ان شاء الله قادمة تعجبكم بصوا انسا انسا برحت خلاص مش هتكسر اهي رجعت زي الفل اهي يارب اشوفكم على خير الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته